اشتركوا في القناة اشار مميش الى ان حركة الملاحة النهاردة شهدت لأول مرة عبور 9 سفن عملاقة بتزيد حمولاتها عن 150 الف طن وده اللي بيؤكد الرؤية الصحيحة لإدارة هيئة قناة السويس في جميع مشاريعها لتطوير العمل بالقناة من اجل مواكبة المتغيرات العالمية في مجال النقل البحري عشان تضل القناة على الدوام لاختيار الاول للخطوط الملاحية العالمية وشريان رئيسي لحركة التجارة العالمية كشفت تقارير ملاحية صدر عن هيئة قناة السويس ان المجرأ الملاحي للقناة شهد الاسبوع اللي فات عبور حوالي 293 سفينة بحمولة 22.7 مليون طن